أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتبع بشكل دوري نتائج القرار الصادر خلال شهر أغسطس الماضي بشأن يتخذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبعي المستخدم في تشغيل محطة الكهرباء بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة وخلال اجتماعه مع وزراء الكهرباء والبترول وتنمية المحلية وجه مدبولي وزراء تنمية المحلية بأعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة كما كلف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية